يعاني أكثر من نصف الأردنيين من أمراض الفم الشائعة وعلى رأسها التهابات اللثة والتسوس وحالات سرطانية وبحسب القيمين على حملة صحة بصحة فمي وأسناني فإن الفحص السريرية والتشخيص المبكر لأمراض الفم يوقف تفاقم الحالات المرضية والإصابة بالسرطان وتنفذ جامعة العلوم والتكنولوجيا هذه الحملة بهدف نشر الوعي بين الطلبة ومختلف فئات المجتمع المحلي والسعي نحو تشخيص الحالات المرضية مبكرا ومن ثم تحويلها إلى المراكز العلاجية المختصة ويتسبب سرطان الفم بنحو 280 ألف وفاة سنويا حول العالم تعتبر أمراض الفم من الأمراض الشائعة وهي تؤثر على أكثر من 50% من المجتمع وهذا ليس فقط في الأردن ولكن في جميع أنحاء العالم فقد أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 أنه يوجد أكثر من 3.5 مليار شخص يعانون من أمراض الفم سرطان الفم هو الأكثر شيوعا من سرطانات الرأس والرقبة التي تشكل حوالي 5% من المجموع العام للسرطان حول العالم للمريض إذا كان في المرحلة الأولى أو الثانية كثير مفرق عندما يكون في المرحلة الثالثة أو الرابعة من حيث العلاج والشفاء الذي قد يصل لنسبة 80% إذا كان السرطان في المرحلة الأولى ترجمة نانسي قنقر